الكتاب طبعا بعلمنا أنه مثل ما ذكرت حضرتك في مزمور 51 آية خمسة ها أنا ذا بالإثم صورته وبالخطيئة حبلت بأمي وكمان الكتاب بيوصف يعني أنه إحنا فعلا مثل ما بقول رسول بولوس لأهل أفسوس أنه إحنا أبناء المعصية وكنا بالطبيعة أبناء الغضب وحتى يعني الحماقة مرتبطة بقلب الولد لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حدثات يعني حتى قبل ما يعرف يأخذ القرار بيتكلم عن تصور عن فكر عن الحماقة المرتبطة وهكذا فيه آيات كثيرة اللي بتعبر أنه فعلا أنه الإنسان يعني خلاص أخذ هذه الطبيعة الخطاءة وعادة إحنا منحاول نعلم الأولاد أنه يعملوا يكونوا كويسين ويعملوا شيء كويس مظبوط لأنه بتلاقي الحماقة والأنانية وكله مرتبطة يعني بتجيب طفلين طبيعة بتلاقي الولد بشد في اللعبة الآخرية مين اللي علموا هاي الأنانية؟ خلاص شيء يعني في الطبيعة في داخل الإنسان وموجود من البداية جسيس نظار مثلا قيين وهبيل يعني قيين بيكتل هبيل ليه؟ يعني لهم أولا لأنهم لهم بيتصرعوا على خطعة أرض لأن الأرض ضيج عليهم لأنه ده كان قيين وهبيل بس أو هم بيتصرعوا على مال أو على أو على أو على أو في طمع معين لا لأن الطبيعة الشريرة جوانا احنا بنشوف كمان جسيس نظار أن الله لما تكلم في سفر التكوين أصحاح 6 وجال لا يدي نروحي في الإنسان للأبد لزيغاني هو بشر وتكون أيامه 120 سنة فهنا بيتكلم كمان على أن أراء الرب وأن شر الإنسان قد كسر في الأرض وأن كل تصور الكلام اللي حضرتك زكارته جاء بكده وأن كل تصور أفقار قلبه إنما هو شرير كل يوم